اشتركوا في القناة في المؤسسات المالية الإسلامية السيولة هي المحرك الأساسي لأي نشاط اقتصادي وهي العمود الفقري للمشاريع الاقتصادية والتنموية ومع الأزمات المالية التي يعيشها العالم اليوم ونضوب السيولة في المصارف الكبرى والشركات تزداد أهمية معرفة الإدارة الرشيدة للسيولة في المؤسسات المالية عموما لتحقيق التوازن المطلوب الذي إذا اختل سيكون له آثار اقتصادية ونقدية خطيرة على الأفراد والمجتمعات جميعا إدارة السيولة المالية في المؤسسات المالية الإسلامية عنوان حلقة اليوم من برنامج دين ودينار وضيفنا الليلة فضيلة الدكتور العلمة علي القراداغي الأمين العام لاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والخبير في الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي فيما يبدو فضيلة الدكتور إلى الآن غير جاهز معنا لعلنا يعني ريش ما يكون هناك جاهزية لأن يسمع صوتنا نبدأ في الحديث عن أهمية السيولة طبعا السيولة سواء عرفناها لغة أو اصطلاحا في الاصطلاح لها عدة معاني ربما يعني يطلق عليها النقد نفسه هو الكتلة النقدية التي يهتم بها عادة علماء الاقتصاد ويهتمون بموضوع الكتلة النقدية إذا زاتت في الدولة فهذا مع قلة ما يسمى بالخدمات والسلع وما يسمى بالإنتاج الإجمالي والقومي للدولة فإذا لم يكن هناك توازن يكون عندنا مشكلة أعتقد أن فضيلة الدكتور أصبح جاهزا معنا فضيلة الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحمدا على سلامتك وأقدر لكم فضيلة الدكتور مجيئكم من الطائرة إلى البرنامج السلام عليكم دكتور بزاك الله خير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا وهذا حقيقة إحساس مني بأهمية هذا البرنامج وواجبنا في دعم هذا البرنامج بارك الله فيكم دكتور دائما لا تقصرون فضيلة دكتور دعني أدخل لأن الموضوع حقيقة موضوع إدارة السيولة المالية في المؤسسات المالية موضوع متشاعب وضخم وأنا طلعت حقيقة على بحثكم القيم في هذا الموضوع وهو في المجلد السادس بحث طويل لكن أنا أحب حقيقة من خلال هذه الساعة يعني نأخذ هذا الموضوع بقدرتكم دكتور تلخيص لنا الزبدة حول هذا الموضوع وهو موضوع خطير ومهم جدا مع نضوب السيولة كما تحدثنا في المقدمة بسبب الأزمات المالية التي يعيشها العالم ما نقصد بالسيولة دكتور لغة وصلاحا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى أيها الإخوة والأخوات حيكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته السيولة من ناحية اللغوية من السيول من السيل وهي تدفق المياه الكثيرة والمقصود بالمعنى الإصطلاحي بالمناسبة لا تختلف أو لا يختلف معنى السيولة في معناه الإصطلاحي كثيرا عن المعنى اللغوي إلا من حيث الموضوع فإذا كانت السيولة في اللغة بمعنى تدفق المياه لأي سبب من الأسباب فإن السيولة في عرف الاقتصادين هو عبارة عن وجود النقود وشبه النقود وما يلحق بالنقود من خلال وجودها وتوافرها للمؤسسة أو للفرد أو للحكومة فإذا توافرت هذه الكميات المطلوبة من هذه النقود أو شبه النقود سوف نتطرق إليها حينئذ يكون لدى المؤسسة السيولة وإذا لم تستطع هذه المؤسسة أو الدولة أو الفرد عن توفير ملتزماتها والتزاماتها حينئذ يكون عنده عجز في السيولة وهنا تأتي قضية ثالثة إدارة السيولة وهي من أخطر حقيقة الإدارات على مستوى العالمي جميعا فضيل الدكتور أنا من خلال نظري في بحثكم هل نستطيع دكتور أن نقول هناك اضطراب في تعريف السيولة يعني مرة تعني النقود ومرة تعني القدرة على توفير النقود ومرة تعني إمكانية تحويل الأوراق المالية إلى النقود هل هذا اضطراب أم المعنى واحد دكتور لا هو حقيقة يعني إصطلاحات وطبعا وهي بالقرائن يعني في بعض الأحيان لما نقول لدى المؤسسة السيولة يعني معناه أي القدرة على التسييل بعض الأشياء وكذلك عنده النقود الحقيقية من العملات وغير ذلك هو الشبه النقود الذي هو درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة كل هذه الأمور وفعلا هي تستعمل كلها بمعنى لما أقول السيولة مرات يراد به نفس النقود ومرات يقصد به القدرة على توفير هذه السيولة كل هذه المصطلحات واردة فعلا في عرف الاقتصاديين وهي يعني إنسان يدرك هذا المعنى دون المعنى الآخر من خلال القرائن التي تدل على أن قصتك النقود نفسها ولا القدرة على توفير السيولة ولا إدارة السيولة في بعض الأحيان نعم دكتور أحب أن نسل يعني لو كان في المقدمة تحدثنا قليلا عن أهمية السيولة أهمية السيولة النقدية سواء في المؤسسات المالية أو حتى لدى الدول طبعا والسيولة حقيقة هي أهم أنصر من عناصر بقاء المؤسسة أو بقاء الدولة بدون توفير وجود السيولة الكافية بمعناها الواسع لا تستطيع المؤسسة أن تؤدي التزاماتها وفي نفس الوقت خاصة مثل هذه المؤسسات هي جدا حساسة فإذا لم تستطع فلنفرض أن توفر التزاماتها مرة واحدة سوف تسقط وإذا تجمع وازدحم الناس المدعون وغيرهم على مطالبة بسيولة فإن المؤسسة تنهار تماما ولذلك هي المشكلة في السمعة دائما والسيولة هي وسيلة من أهم الوسائل للحفاظ على سمعة الدولة أو على سمعة المؤسسة لأن إذا لم يكن لديها المؤسسة هذه السيولة الكافية أو الدولة حينئذ تصبح عاجزة أمام الدائنين وبالتالي تصبح سمعتها سيئة وبالتالي تنخفض درجة التصنيف الدولي من خلال السيولة نحن الآن نعرف شروف اليونان ومع الأسف الشديد أيضا مصر لما قلت السيولة في البنك المركزي سيولة الدولة حينئذ قللوا هذه التصنيفات فلذلك قدرة الدولة وقدرة المؤسسة يعني حقيقة تعني وجود إدارة هذه السيولة وجود هذه السيولة وسوف يعني حتى أيضا إدارة السيولة يعني من ناحية الإيجابية بأن تستثمر هذه النقود أيضا مهمة جدا أيضا المؤسسة التي لديها كمية كبيرة من السيولة ولا تستطيع أن تستثمرها وتفعلها أيضا يكون هناك إشكالية إشكالية السيولة فعلا لها أهمية خطيرة جدا في هذا المجال أنا سأتكلم عن سلبيات السيولة وإن كان يعني هو العنوان حقيقة لفت نظري عندما قرأته لكن بعدين تفهمت لما هي السلبيات يعني دكتور أنا ويد أنا أسأل وأشرت هذا الموضوع موضوع يعني انهيار المصارف أو البنوك العالمية لمن الرزر وغيره يعني كان سببها الثقة يعني عدم وجود الثقة لدى الناس وأقبالهم على سحب الودائع نعم أساسا يعني أخي الكريم ومن خلالك إخوتي وأخواتي جميعا هذه الأزمة المالية بدأت بأزمة السيولة كما لا يخفى على الجميع حينما بنك ليمان براذرس حينما كانت أفرط كثيرا في مسألة إصطار السندات وإعادة جدولة الديون وحتى وصلت إلى التيريولونات حينما جاءت الدفعة الأولى ودفعة الثانية لم تستطع أو لم يستطع البنك أن يفي بهذه الالتزامات حينيذ التج إلى ما وراءهم من حوالي أربع شركات أمريكية كذلك في الدفعة الثانية لم تستطع فبالتالي إنهار مثل السيل فعلا يعني سبحان الله اللغة العربية الدقيقة يعني هذه السيولة مثل السيل إذا جاء ولم يكن في البداية القدر الكافي على رد هذا السيل حتى لا يصبح سيلا فإن المؤسسات لا تستطيع أن تقف وتنهار لأنه فلنفرض الآن كل بنك عادة يحتفظ بنسبة 20% 15% 10% من السيولة لرد الالتزامات العاجلة اليومية فلو اهتزت سمعة المؤسسة يأتى 50% 60% 70% مثلا أو حتى 20% تعجز وبالتالي إلى آخرون يأتون خلال أسبوع واحد المؤسسة التنهار ولذلك حقيقة قضية السيولة قضية خطيرة جدا وإدارتها من أهم وأخطر الإدارات سلبا وإيجابا كما أشرنا في البحث إلى ذلك وكذلك الدول أنا دكتور ما هي السيولة يعني في الجهاز المصرفي بإيجاز دكتور نعم السيولة حقيقة تصنف في الجهاز المصرفي بالنسبة للاقتصاد الوضعي على ثلاث درجات كما يقول M1 و M2 و M3 الدرجة الأولى هي طبعا النقود التي لدى المؤسسة وفي الخزنة وكذلك الحساب الجاري هذا طبعا أقوى شيء بالنسبة للسيولة أقوى درجات السيولة لأنها متوفرة على طول وحد يستطيع أن يسحبها يأتي بعد ذلك الودائع المصرفية لدى الجهاز مثل الودائع التوفير وما أشبه ذلك وحتى الودائع الطويلة الأجل أعاسف خصيلة الأجل أيضا في البنوك التقليدية تصبح قرضا تدخل في الدرجة الثانية والدرجة الثالثة هي الودائع الموجودة من الحكومة لدى الجهات الأخرى حيث لماذا جعلت الدرجة الثالثة؟ لأنه حقيقة التزامات المؤسسات أمام الدولة ليست كالتزامات المؤسسة أمام مؤسسة وأمام الفرد أو أمام الدولة وبالتالي اعتبرت هذه الدرجة الثالثة فطبعا وهذا يسمى AM3 باعتبارها تصبح في هذه الدرجة من حيث السيولة ولذلك السيولة دائما نحن في الميزانيات تشوف حضرتك يقول النقد وشبه النقد المقصود يدخل فيها أيضا الشيكات السياحية كما يسمون تريفل شيك وكذلك الشيكات العاجلة كل هذه الأشياء تدخل ضمن هذه النقد وشبه النقد خاصة الالتزامات المدينة للمؤسسة كل هذه الالتزامات الخاصة به هذه المجال تدخل ضمن السيولة ولكن حسب هذه الدرجات الثلاث دكتور أهمية السيولة بالنسبة للمصرف للبنك الإسلامي طبعا أهمية بنك الإسلامي جدا مهم ولكن بالمناسبة حاجة البنوك الإسلامية ربما أقل خطورة أو موقف البنك الإسلامي بالمناسبة من البنك التقليدي أقل خطورة من البنك الريباوي لأن البنك الريباوي أو التقليدي كل الودائع قروض التزامات مع الفوائد تصبح التزامات باتة وملزمة للبنك وأنها مهما كانت الظروف بينما ما عدى الحساب الجاري في البنوك الإسلامية فكل الودائع الاستثمارية من التوفير والودائع القصيرة أو الطويلة أو المتوسطة تدخل ضمن الاستثمارات في عرف الاقتصاد الإسلامي والاستثمارات من ناحية الشرعية مرتبطة بأزمانها ولا يلزم البنك بتسيلها ولكن بصراحة جرت عادة البنوك الإسلامية حفاظا على سمعتها أنها حينما يطلب المودعون كسر ودايعهم يكسرون هذه الودائع فمرة من المرات كان نعم فمرة من المرات على سبيل مثال أحد البنوك في مصر بنك إسلامي مثل بنك فيصل جاء بعض الناس وكان هناك بعض يعني دعايات فجاء ففورا رحمة يعني حفظه الله أمير محمد من فيصل أتى بالطائرة فورا بمئة مليون دولار ثم بعد ذلك لما شاف الناس الفلوس موجودة ناس على طول رجعوا في البداية صارت تراكم كبير شوف أخي فمجرد لما وصلوا أنه مئة مليون وصلت وكان طلب مئة مليون ثاني يأتي من السعودية ومن بقية البنوك وإلى آخرها مثلا فمجرد هزة بسيطة أدت إلى هذه المسألة ومع ذلك من ناحية الشرعية ناس ملزمون لكن ومع ذلك حفاظا على السمعة أن البنك الإسلامي أيضا يجي ولذلك نحن بالمناسبة هذا أمر مهم جدا لم أشير إليه في هذا البحث ولكن ذكرت في أسس توزيع الأرباح والخسائر يجب أن البنك الإسلامي أن يجعل جزءا من هذه الأموال للحماية لحالات وبالتالي هل تدخل في الاستثمارات أم لا تدخل لا بد أن يكون هناك الشفافية البنك يقول والله أنا لا أستثم من أموالك 15% أو 10% لأنه أنت ربما إذا طلبت مني لا أستطيع أن أردك كما هو العادة كما هو العرف فلذلك هنا مسألة البنوك الإسلامية وإن كانت من الناحية الشرعية لها سعة ولكن من ناحية العملية أيضا ومن ناحية السمعة كأنها مثل البنوك التقليدية في هذا المجال يجب أن تستجيب للبنوك الإسلامية أيضا لمتطلباته أيضا تتكلم فضيل الدكتور في بحثكم حول حالة الضمان أيضا وحالة الخطابات المستندية أيضا ينبغي أن يستجيب البنك الإسلامي لهذا الأموال طبعا هناك أشياء دولية لا يستطيع البنك الإسلامي أن يتخلف عنها وإلا يدخل ضمن ما يسمى قائمة السوداء منها الخطابات خطابات الضمان القابلة للتسليل حينما يعطي البنك خطابا ضمانا بمبلغ من المال قابلة للتسليل ويسيل يجب أن يسيل وأن يوفر وإلا يكون هناك خطورة كذلك الاعتمادات المستندية بالنسبة البنك المراسل سواء كان نحن بالنسبة البنك الإسلامي سواء كان دفع الشخص المرابح أو وكيل صاحب الاعتماد المستندي سواء ضخ بالفلوس في حساب البنك الإسلامي أو لم يضخ يجب على البنك عندما يحين الوقت وعندما يقدم البنك المراسل ودفع البنك المراسل يجب على البنك الإسلامي أن يضخ ويحول هذا المبلغ وإلى يحسب عليه الفائدة بالمناسبة فبالتالي هناك مجموعة من الأشياء التزامات كبيرة جدا يجب على البنك أن يحسب البنك الإسلامي أن يحسب حسابه لمسي هذه الالتزامات وتوفير السيولة المناسبة نعم دكتور ذكرتم في بحثكم موضوع أو عنوان سلبيات السيولة يعني المتبادر للزهن أن الواحد إذا كان معه فلوس يعني هذا كيف وين السلبية يعني فيها المؤسسة التي عندها فائض من السيولة هل يمكن أن يكون هذا أمر سلبي طبعا يعني عادة يعني إذا وجدت سيولة ولم يحسب حسابها بدقة متناهية بتطلبات السوق الالتزامات الآجلة الالتزامات العاجلة الالتزامات المحتملة بأن تتحول من التزامات آجلة الالتزامات عاجلة بالمناسبة قضايا السوق قضايا الدولة نفس الدولة التي فيها البنك طبعا مختلف الآن مثلا لو فرضا بنك في بلد الآن في بلاد فيها شوية الترابات هذا طبعا احتمال أن الناس يأتون إليك ويكسرون ودايعكم جدا وارد قد تعطي نسبة 20% 30% بينما الحمد لله في الدول الخليج ما عندنا هذه المشكلة أمور طبيعية كذلك ظرف دولي بالمناسبة احتمال حرب لا سامح الله احتمال أي هزة سياسية اليوم أصبح العالم متداخلا أصبح كقرية واحدة وكذلك أصبحت السياسة مؤثرة في الاقتصاد وأصبح الاقتصاد مؤثرا في السياسة أصبحت قضايا الاجتماعية كلها نفسية الناس سايكولوجية السوق كل هذه الأشياء حقيقة تدخل ضمن إدارة السيولة فحينما لو فرض أن البنك يعني احتاط احتياطا كبيرا وخلى حوالي 30% على سبيل المثال من الأموال لم تستسمر طبعا هذا أنت مطالب سلما أنت ما عندك في البداية دخلت في العقد تستسمر أموالي آخر السنة تكون النتيجة أنك وزعت نصب 1% إذا الناس يسحبون فلوسهم أو لا مثلا أيضا حتى مسألة أنك عادة البنوك الكبيرة يعني الاستثمارية طبعا لا أتكلم عن بنوك التقليدية الربوية لأنها الفوائد محددة البنوك الاستثمارية والشركات الاستثمارية تحسب حسابها إذا وزعت أرباحا جيدة حينئذ بالمناسبة تحسب حساب نسبة السيولة أقل لأن الناس لا يصحبون مبسوطين وإذا وزعت أقل من ذلك فإن الناس ربما ينزعجون يصحبون وبذلك لا بد أن يحسب الحساب والبنوك الاستثمارية إدارة السيولة ميزان دقيق حقيقة أي خلل فيما يبدو بسبب مشكلة في العمل صحيح هذه إشكالية الكبيرة في السيولة وجودها سلبي إذا زاد عن الحد وعدم وجودها أيضا خطر يعني أنت الآن لا بد أن تحسب حسبتك بمنتهى الدقة ودراسات إذا أفرطت أو فرطت سوف تظهر النتائج السلبية في إدارتك في أربعك في إس أود أن أدخل به دكتور الآن أزمة السيولة مفهوم اليوم إيش يعني أزمة السيولة وما هي أنواع هذه الأزمات التي تصيب المؤسسات المالية وأحيانا تصيب الدول الدولة نفسها مفهوم الأزمة يعني أو هو طبعا نعم يعني مفهوم أزمة السيولة ما هو دكتور بالتبسيط يعني حتى نعم وطبعا نعم حاضرين هو أساسا قبل إذا تسمح دقيقة في هذه المسألة أزمة السيولة في العالم لما وجدت أدت إلى أزمة تجارية بالمناسبة كيف يعني 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 الأزمة العالمية الآن وإشكاليتها كانت أزمة السيولة أزمة البنوك تحولت أزمة البنوك إلى أزمة تجارية لأن حضرتك عارف مسائل التجارة قائمة على مسألة الاستهلاك والإنتاج كلما إزاد الاستهلاك كلما إزاد الإنتاج وبالتالي والاستهلاك بأي شيء يكون بالنقود فإذا لم توجد النقود يقل الاستهلاك وبالتالي ولذلك الآن حتى في حل المشاكل يأتي هذه الصعوبة كيف تحل هذه المشكلة يعني الآن الدولة تريد أن توفر السيولة ولكن طيب إذا وفرت السيولة أيضا يكون عندك تقليل من الإنتاج أي دورة أجلة الاقتصاد ثم بعد ذلك حينما وجدت الأزمة الأزمة المالية والأزمة التجارية تكون من الأزمة الاقتصادية الأزمة الاقتصادية تؤدي إلى أزمة الإنتاج تؤدي إلى ما يسمى التقليل في العرض الكل كما يسمون في العرض القومي الدولة لا تستطيع أن تعرض أكثر لا تستطيع أن تنتج أكثر فشوف أشياء مرتبطة بعضها ببعض فأنا قصدنا بأزمة السيولة كما قلنا في أنه أن الدولة أو المؤسسة لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها الحالة وكذلك ليس لديها القدرة أو تخطيط لالتزاماتها الآجلة فحينما يكون الأمر بهذا الشكل بحيث تحدث أزمة كبيرة جدا ثم تترتب عليها كما قلت الأزمة أزمة الثقة ثم بعد ذلك إذا كانت حتى على طريق المؤسسة قد تنهار المؤسسة لا سامح الله إذا تجاوزت هذه الأزمة وأزمة وتفاعلت ولم تعالج العلاج المطلوب في وقتها وكذلك الدولة وكذلك الدولة دائما حريصة أن توفر السيولة نعم لعل هذا من اختصاص بنك المركزي وعنده آلية والتي أشرت إليها فضيل الدكتور أتوقف مشاهدي الكرام مع فاصل ومن ثمن واصل كونوا معنا